واسمع ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم من يقاتل هؤلاء الخوالج وهي بشرى لعساكر التوحيد في بلادنا ولمن يقاتلهم ويجاهدهم باللسان والسنان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الجيش الذين يقاتلونهم ما قضى الله على لسان نبيه لاتكروا عليه قضوا عليه يعني ما عد الله لمن يقاتل الخوالج من الأجر لاتكلوا على هذا العمل وهي بدر معاصرة لمن يقاتل الخوالج ونقول أبشروا يا عساكر التوحيد دونكم رقاب الخوالج فاضربوا فوق الرقاب وشد الوثاق وأبشروا ببدر معاصرة على لسان نبيكم حمص الله عليه وسلم والله إذا قال لي الله يوم القيامة لماذا قلت أنها أتبع باللادن والضواري قل يا رب أنت قلت فاسألوا أهل الذكر وجدت ابن بازل وابن عثيمين والفوزان والمفتي والألباني يقول أشك في إسلام هؤلاء الألباني وقال في المجلد الثالث قبل عشرين سنة ونبتت في اليوم في العالم الإسلامي نابتة حملت السلاع وخرجت على الحكام واستبعت الدماء والأعراض وأعادوا بذلك ذكر أسلافهم من الخوالج هذا الألباني ليس من علماء الصلاطين الشيخ مقبل من هذه الواضع في اليمن بين الجبال ما تلطخ بالصلاطين كما يقولون ومع ذلك قال أبرأ إلى الله من باللادن وأفعاله شؤم وبلاء على الأمة هؤلاء علماء الأمة لو قال لي الله لماذا قلت عنهم خوالج قلت يا رب قلت فاسألوا أهل الذكر وجدت أهل الذكر الألباني والفوزان والمفتي وابن بازل وابن عثيمين يقول أن هؤلاء خوالج لكن أنت أبو محمد المقدس إذا اتبعته من علماءه وين طلب العلم إعصان طاهر برقاوي ما تدري أبو قتادة وين طلب من علماءه من شيخه قال ابن سيرين هذا إن دين فانظروا إلى من تأخذون دينكم والله يا أخي إذا وجعتك بطنك ما ترضى إلا بأخصاء باطنية ما ترضى بطبيب عام والله يا أخي الدين أعظم لماذا تأخذ من ابن بازل وابن عثيمين فتاوي الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع وإذا طلقت زوجتك جري على بن بازل على المفتي فإذا جاءت النوازن المدلهمة والأمور العظيمة لا أو لا لا يفقه هنا واقعهم فتأخذ بفتاوي أبو قتادة أو أبو محمد المقدسي والبغدادي والعدناني وفلان 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 ترجمة نانسي قنقر